اشتركوا في القناة وذلك يتلذذ بهذا الشيء في تعليم الناس القرآن الكريم يتلذذ في هذا الشيء رغم المشقة التي تأتي عليه من هذا العمل فهم يستمرون السنوات الطويلة ربما حتى ينتهي عمره وهو على هذه الطاعة متلذذاً بها بينما كما أشيرت شيخ محمد أن لذة الدنيا مهما طالت فهي زائلة صحيح يقول يعني كنت في زمن الصبا أخذ معي أرغفة يابسة وأخرج في طلب الحديث فأقعد على نهر عيسى فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء يعني لأنها يابسة فكلما أكلت لقمة شربت عليها لكن لذة تحصيل العلم تطغى على كل مكدر من هذه المكدرات وما لذة في الدنيا إلا شرف العلم وزهرة العفة وعز القناعة وحلاوة الإفضال من الله وأما لذات المطاعم والمشارب والملابس فإنها يعني مسبوقة وملحوقة ومشمولة ومخلوطة بمكدرات وذكر قال يعني لذة النكاح مثلا قبل المباشرة لا تحصل وفي حصولها قلق لا يثبت وعند انقضائها كأن لم تكن ثم تثبر ضعفا في البدن طبعا هذا ليس معناه أن هذه مثلا لذة يعني ما لها حقيقة بل لها لها وإلا الناس ليش وقعوا فيها أصلا لو ما كانت لذة لكن لم يكتشفوا لذة العبادة ولذة العلم وإلا صارت عندهم أعظم من لذة الشهوى والنكاح والمال والمنصب إلى آخرين لذة المال صعبة ومستعبة مهموم قبل الحصول وأثناء الحصول وبعد الحصول ويحرس يريد حراسة المال وتنمية المال وضاع المال وسرق المال وأخذ فلال مهموم لذة الطعام أيضا قلنا مكدرة ينفقد جوع وحصل أكثر منه تخمة ولذلك لذات الدنيا هذه يأخذ منها بقدر بس يعني إذا واحد أفرط في لذات الدنيا يتضرر حتى المباحة يقول علي رضي الله عنه بنية الفتنة على ثلاث النساء وهن فخه إبليس المنصوب والشراب وهو سيفه المرهف والدينار والدرهم وهما سهماه المسمومان فمن مان إلى النساء لم يصف له عيش ومن أحب الشراب لم يمتع بعقله ومن أحب الدينار والدرهم كان عبدا لهما ما عاش هذا يعني طبعا هناك لذة النساء المباحة بالزواج مطلوبة لتسكين النفس وابتغاء الولد وإعفاف النفس وهذا مطلب شرعي فنحن لسنا مثل الرهبانية المبتدعة لا نأخذ بقدر ولذات الأخرى ينبغي أن نحصلها لكي تصرف فيها الأوقات والأعمار ويكون عليها تركيز أكثر من لذات الدنيا التي يمكن يصير فيها ملن لذات الدنيوية تفوت قد تضيع لذات الآخرة أما لذة العمل الصالح فإنه يؤدي إلى سعادة الآخرة وما يحصل بسببه تكدير وبعده اللذة يعني مفعولها لا زال مستمرا ولكن لذة المعصية في المقابل عار في الدنيا فضيحة بين الخلق عقوبة في الشرع عقوبة في الدنيا في الآخرة فأين السالم من الشوائب من المغموس في المعايب أين من يلحقه الضرر ممن له أجر لذلك نسمع شيخ محمد يعني سبحان الله من بعض قصص من يبحث عن السعادة خصوصا من أغنى العز وجل بالمال يقول بحث عن السعادة في كل شيء وربما جرب ملذات الدنيا هذه كلها ما يعني ما تيسر له أو كان ميسرا لهم برزقه بالمال ومع ذلك لم يجد في ذلك اللذة لم يجد في ذلك السعادة ومن اتجع من هؤلاء إلى طاعة الله عز وجل يذكر أنه وجد هذه اللذة في طاعة الله سبحانه لعلنا نقف شيخ محمد مع بعض صور لذة الطاعات لكن بعد فاصل قصير ثم نعود بإذن الله على الاستكمال الحديث مشاهدين الكرام فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حديثنا مع ضيفنا فكونوا معا هذا البرنامج برعاية لاستكمال حتى البرنامج برعاية نشأل حكومال حب المباشر وشأل حب البرنامج برعاية لاستكمال حقا يليسيز وشأل حقا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالفهم الراشد بالعزم وبالأمل الواعد نرصد واقعنا عن كثب ونسلط ضوءا في الراصد مرحبا بكم جديد مشاهدين الكرام نرحب بكم وبكل من انضم إلينا في الراصد مع فضيلة شيخ محمد صالح المنجد لذة الأعمال الصالحة هو موضوعنا في هذا اللقاء شيخ محمد نريد أن نقف على بعض الصور أو بعض النماذج من طاعة الله عز وجل التي يجد المسلم فيها اللذة ويستشعر فيها أيضا هذه اللذة طبعا على رأسي لذة الإيمان والتوحيد ثلاث من كنا في وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله هو رسول وأحب إليه ما سواهما أن يحب المرأة لا يحب إلا هذه فيها لذة يعني الحب في الله لذة وأعلى منه طبعا حب الله ورسوله نعم إذا رسخ الإيمان في القلب سيجد صاحبه من الحلاوة والطعم ما لا يلده في شيء آخر وسيكون تكون زيادة الإيمان والثبات عليه والاستدامة والمزيد فيها لذة عظيمة تقابل كره المفارقة كما يكره أن يخذف في النار نعم المؤمن يحب الإيمان أشد من حب الماء البارد على الضمأ في شدة الحر ويكرى الخروج من الإيمان أشد من كرهه بالتحريق في النار ولما يعني أخبر للنبي عليه الصلاة والسلام عن لذة لا إله إلا الله وأن يكون الله ورسوله أحب إلى الإنسان مسلم مؤمن من سواهما وأن يكون يعني يسأل الله أن يكون حبه أحب إليه من الماء البارد على الضمأ علمنا بأن هذا هو منتهر الذات الدنيا وجاء في الحديث لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقته وكذلك جاء في حديث عباس أن هرقل قال سأل من عنده من القريش وأبو سفيان كان على رأسهم وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة